فاحتفنوا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس ان ترجعوا لفهم السلف الصالح يقول فضيلة الشيخ بماذا تنصحنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشر اهل البدع وموت العلماء انصحكم اول شيء بتقوى الله سبحانه وتعالى والاكثار من الدعاء ان يثبتنا الله وياكم على الدين وان يقينا وياكم شر الفتن ثم ننصحكم بطلب العلم طلب العلم على اهل العلم والحرص على طلب العلم فانه لا يقي من الفتن باذن الله الا العلم الصحيح اما اذا لم يكن عندك علم صحيح وربما تقع في الفتن وانت لا تدري ولا تعلم انها فتن عليكم بطلب العلم على اهل العلم ولا تتكاسل عن طلب العلم مهما امكنكم ذلك لكن عليكم ال Leeبراكون لعرف الصحيح itive through من شخص له مثل افتحة م في جهد افتحة ليخ cobra افتحة